تحياتي لكل مشاهدي ون تايم سبورتس في كل مكان من داخل مدينة العالمين الجديدة تابع كل فعاليات طبعا نهار جمال العالمين ولكن دايما بالأحداث الرياضية المختلفة طبعا ولعبتنا المصرية المتواجدين في الدوريات المختلفة أحمد عبدالقادر لعب نادي الأهلي تقل على سبيل الأعارة بالتأكيد لمدة موسم لنادي قطر القطري وأحرز أول أهدافه مع نادي قطر القطري في المشاركة الأولى لإيه في البداية برحب بحضرتك وبكلمك عن مدينة العالمين الأول بشكل عام والأجواء فيها لا بسم الله إن شاء الله المدينة ممتازة جدا والناس هنا موسطة جدا يعني زي ما أنت شايف كل حاجة كويسة جدا يعني والله أحمد عبدالقادر لعب كبير وإن شاء الله نتمنى له التوفيق هناك أنا رجل أهلاو جدا يعني وبحب أحمد عبدالقادر وبدأ موفق يعني إن شاء الله يرجع لنا أحسن من الأول اللي هو سنة أعرى وإن شاء الله يرجع لنا قوي جدا يعني أحسن من الأول والله أنا كنت أحب أحمد عبدالي بأن متواجد اليمون دول في الأهلي بس هو إن شاء الله يعني هو ما كانش يعني بيشارك بصفة أساسية مع كلر السنة دي فهو يطلع سنة عارق أحسن له يجينا إن شاء الله أحسن من الأول وإن شاء الله بالتوفيق لي الأجواء جميلة ومدينة رائعة وإحنا هنا بقالنا ثلاث سنين والأجواء كل سنة بتبقى كويسة على قبلها بقوله ألف مبروك وبالتوفيق وإن شاء الله من أحسن لأحسن وهو لعب مقتد ومحترم ومهر لا الدنيا السنة دي يعني كل سنة بتحسن يعني إحنا من جينا السنة اللي فاتت الدنيا ما كانتش زي دلوقتي خالص الممشى حتى المباني الإضاءات الدنيا بيت أحسن كتير الأنشطة بيت مختلفة أكتر يعني فيه تنوع أكتر يعني يعني السنة اللي فاتت مثلا والسنة اللي قبلها كمان والله استفادة كبيرة جدا هو يعني إحنا طبعا مستخصرين إحنا يعني كأهلوية بنستخصر أي حد من عندنا يطلع براءة نحن نحب يعني بنحب يعني النادي بنحب البطولات بنحب عندنا يعني زي ما فيه عندنا فريق لا عندنا فريق احتياطي المشكلة يعني إحنا الأهلي عودنا على كده على طول بس يعني هو كان في الفترة الأخيرة بصراحة كان دوره يعني قليل شوية في الفريق بس لعب زي ده برضو خصار أنه هو يعد على الدكة فيعني دي استفادة لي طبعا إن هو يطلع يلعب براءة دي هيستفادة للأهلي كمان إن إحنا لا إحنا عندنا لعيب كويس راح يستفيد براء ياخد خبرات ولما يجي إن شاء الله بإذن الله نستفيد منه أكتر بإذن الله إن شاء الله بعد سنة الأعارة دي أحمد عبدالقادر يعني إحنا دائما بنستنى منه الأحسن هو ما شاء الله علي يعني يعني لعيب كويس جدا يعني ضائما لازم نستنى منه الأحسن العالمين مدينة جميلة الصراحة والمنشآت هنا تحفة وحاجة يتشرف بيها الناس بيجي لنا من كل حتة هنا فصراحة الأجواء هنا تحفة والمباني والمنشآت هنا جميلة جدا أحمد عبدالقادر من أفضل لعبة المهاريلة الموجودة في مصر فإحنا كنا باستخصارين الصراحة أنه يطلع من النادي الأهلي يعني نتمنى له التوفيق برا وتوقع أنه في الاحتراف سيبقى كويس جدا وهيكمل في الاحتراف لأنه ممكن مستر كولر هنا مش مقتنع بي قوي فهو متعالي برا هيبقى أفضل لأنه من اللعبة المهارية كورته حلوة هو محتاج يدوسه على نفسه بس في الفنش وأنه يبقى يروح على الجون ويجيب جوان أكتر لأنه ممكن يكون بيلم أكتر من أنه يجيب جوان فهو لو داسع على أنه يجيب جون ويعمل أسسته بتاعه هيبقى أرقامه هناك أحسن هيكمل يعني ويبقى أفضل أكيد دي كانت مجموعة من القراء فيما يخص أحمد عبدالقادر وأول أهداف رسمية مع نادي كاتري من خلال أول مشاركة رسمية دي والآن العودة من جديد وانتايم سبورتس